السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله معي فيديو جديد عن اول سيدة مصرية تتزوج كلب وتقيم ليلة للزفاف هيبا مبروك تكشف حقيقة زواجها من كلب بعد هجوم نشاطاء مواقع التواصل عليها قالت هيبا مبروك البلوجر المشهورة ان يوم زفافها تعرض لعدد من المواقف الغريبة التي كادت ان تنهيه ولكنها مرت بسلام تام واكدت هيبا مبروك خلال مقطع فيديو نشارته عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب ان متابعيها اتهموها بالكذب والتضليل وانها لن تتزوج ولكنها تصير ضجة مناصطات التواصل الاجتماعي رغبطا في الشهرة وركوب التريند واوضحت هيبا انها اجلت حفل زفافها لاكتر من مرة نظرا لدخول صديقة عمرها لاجراءها عملية ولدها مؤكدة انه اليوم سينتهي بكل خير وامان وفي ظل التجهيزات لحفل الزفاف سرعان ما ظهرت هيبا مبروك بفستان الفرح ومن حولها المصورين ليتفاجأ الجميع بدخول العريس المنتظر والذي كان عبارة عن كلب وهاجم النشاطاء من جديد هيبا مبروك بعدة تعليقات من ابرزها انا دخلة وعارفة اني بعاقب نفسي كوني اتفرج على الحاجات دي عقاب والله وعلق اخر العريس في شبه منك ورد اخر قلة ادب والله انتو حشية مش محترمة اصلا ربنا ينتقم منكم وقال ناشط اخر تصدقي بالله في شبه منك قلة ادب وحيات ربنا ومش محترمة ولا جوزك ولا ابنك حتى لما يكبر ويشوف المسخرة اللي امه كانت فيها دي وطلع فخورة قوي بقلة ادبك وقلة تربية اهلك ليكي منتظرة ايه نطلبك ونقولك مبروك على قلة الاصل دي ويذكر ان هيبا مبروك البلوجر نشرت منذ قليل لحفل زفافها من كلبها الخاص عبر موقعها الرسمي انستجرام لتبادل السور والفيديوهات وكتبت هيبا عبر صفحتها الشخصية دل راجل ولا دل نقط كملوا انتو بقى وذلك وسط هجوم وغضب رواد ونشاطاء مواقع التواصل الاجتماعي ويذكر ان هيبا ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018 ويتابعها ما يقرب من مليون ومئة الف متابع على حسابها الرسمي انستجرام ومعايا رد لناشط تاني ودي كانت الخلاصة بتاعت حكاية هيبا بيقول البنت متطلقة ومعاها طفل والكلب بتاع صاحبتها وكل الحوار ده مجرد سيشن ودعاية ملفتة للفستان والفكرة شافتها في دولة اوروبية وحبت تقلدها للافت النظر لان المجتمع للأسف ينجذب للغريب والغير معتاد والغير مألوف حتى لو موسيق لدننا ومجتمعنا بس خلاص هي دي الحكاية من البنت في لقاء مع فيتو علشان مش هنخلص السنة دي من قصص وحوارات ترند الكلب وعرستو ودي كانت قصة هيبا مبروك النهاردة معايا يارب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته